يعني حاسة السؤال يبدو سازك لكن على الشاشة لابد أن نكون أحيانا نسأل أسئلة البسيطة إحنا يعني في بداية الفقرة الأولى تكلمنا عن إعادة تشغيل الاقتصاد ربما كثير من السادة المشاهدين مش فاهمين يعني إيه الاقتصاد يعني إحنا إيه اللي عايزين نشغاله ده عبارة عن إيه يعني إيه الاقتصاد اللي نقصده العملية الإنتاجية ولا العملية الاستهلاكية والإقتصاد كل ده على بعضه فيا رياض حديقة تكرمي علينا وتقول لنا أنت تفهمي إيه من إعادة تشغيل الاقتصاد لمشاهد مش متخصص هو إعادة تشغيل الاقتصاد أي اقتصاد الحقيقة عنده محورين أساسيين العرض والطلب يمكن جائحة كورونا ضربت الاتنين مرة مع بعض ودي كانت قاسية جدا ويمكن دي الأثار الاقتصادية المتدعية بمعنى إيه ضربت العرض والطلب بمعنى أن الإنتاج توقف وبالتالي مفيش إنتاج بيطلع إلى السوق فيبقى هنا كمية الإنتاج يعني تقريبا انخفضت أو تأثرت سلبا بالجائحة قدام كده كمان الطلب مرتبط بأنه فيه كثير من المستثمرين والمصانع وغيرها بدأت تقلل العمالة فيه عندنا إحنا في مصر بالذات عندنا مشكلة كبيرة جدا في العمالة غير المنتظمة اللي هي لا تغضع لا فيه تأمينات ولا فيه عقود عمل وغيرها وبالتالي مثلا قطاع البناء اللي بيدم عدد كبير جدا من العمالة غير المنتظمة قطاعات كثيرة في الزراعة قطاع المطاعم قطاع تجارة الجملة والتجزئة كل هذه القطاعات بيبقى فيها كميات كبيرة جدا من الناس وفقا لهيكل العمالة المصرية الحقيقة دي نتيجة مثلا الإغلاق ونتيجة الحزر في الوقت والمطاعم إنه بدأ يبقى فيه قيود عليها وحتى في موضوع التجارة بتاعة الجملة والتجزئة كل هذه الأنشطة بدأت تبتدي تطلع العمال أو تقلل شغلهم وبالتالي ترطب لكذا الأجور قلت يعني إذن القوة الاستهلاكية اللي هي بتاعة المستهلك ما بقتش إيه كما كانت قبل ذلك وبالتالي بقى عندي فيه قصور في العرض وقصور في الطلب ده بيسموه في قصة ركود ولا كساد بيسموه إيه ده طبعا كساد كبير جدا وكمان فيه احتمال كمان إنه هو لو طبعا إحنا الدولة المصرية بتقوم بجهد كبير جدا في قصة إن إحنا كان عندنا مجموعة مشروعات الحقيقة كانت جيدة جدا في الإصلاح الاقتصادي يعني طبعا الإصلاح الاقتصادي في مصر كان دعامة مهمة جدا ساعدتنا في إننا إننا نواجه هذه الجائحة بالإضافة لكده كان فيه كمان متغير مهم جدا هو إصلاح التعليم إحنا لما جينا نصلح التعليم كان ده بيتطلب إننا نبتجي ندخل على التعليم الإلكتروني للطلبة فلما جينا ندرس البنية الأساسية بتاعتنا للتعليم الإلكتروني لقينا إننا عندنا مشاكل كبيرة جدا مرتبطة بالألياف الضوئية ووصول الآيباد والشبكة الإلكترونية إلى معظم القرى والنجوع وبالتالي بدأنا بزلنا جهد كبير العام الماضي قبل الجائحة في إننا نرفع سرعة الإنترنت وبإننا نوصل الشبكات إلى المناطق النائية وغيرها ده ساعدنا بشكل كبير جدا إننا لما حصلت الكائحة إننا مثلا إحنا كأسات زاد جامعة إحنا قدرنا إننا نكمل مقرراتنا من خلال التعليم الإلكتروني ودي كانت مهمة بالنسبة لنا إننا النشاط ما يتقطعش الكثير من المثلاً اللي بيعملوا بدأوا يعملوا من خلال العمل من المنزل وبالتالي أتاح ده بعض المساحمة في الإنتاج دون النزول إلى أرض الواقع اللي أنا أقصده هنا إن الإصلاح الاقتصادي مع كمان البرامج المرتبطة بالصوب الزرعية والصروة السمكية كل الكلام ده إدينا بعض من الأمن الغزائي بعض من الأمن الغزائي أنا بيقول ليه بعض لأنه ما زال عندنا فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك بيتطلب إننا أبز الجود أكبر عشان أقدر أغطيها ولكن القضية هي قضية قضية إننا في متغيرين أساسيين أنا كنت بزلت جهد كبير جداً عشان أحاول أتعامل معهم البطالة والفقر البطالة عندي كنت نجحت كانت قبل الإصلاح الاقتصادي كانت 13% كنت نجحت إن أنا نزلها إلى 8% النهاردة متوقع إنها فيه تقديرين تفاولي وتشاؤمي متوقع إن هي ترتفع إلى 13 مرة أخرى وفيه تقدير تشاؤمي إن أنا أوصل إلى 18 فده طبعاً حاجة بتتطلب مني بقى يمكن اللي قاله الدكتور أحمد اللي هي عملية إيه؟ المرونة في إدارة الاقتصاد يمكن كل الدراسات الاقتصادية وتجارب الدول بتكلمنا على إننا إزاي إننا نرفع كفاءة إدارة الأزمة رفع كفاءة إدارة الأزمة بتتطلب إن أنا إيه؟ إن أنا أشتغل على الـ in demand product يعني فين المنتجات اللي عليها طلب وبتجي أعيد هيكلة استثماراتي وأعيد هيكلة تدريب العمالة لأن هنا الـ human capital مهمة جداً وأساسية الـ human capital بقى هي إيه؟ إن أنا أتيح فرص للعمالة بقى اللي هي الغير منتظمة بتدريب تحويلي إن هي تبتجي تاخد من الفرص اللي هتوتيح فيها يعني مثلاً أجل حضرتك مثال النهاردة إحنا مثلاً مصانع الملابس الجهازة ضربت ضربة جمد جداً لكن اتجاه الدولة حالياً إن هي تبتجي تقلب مصانع الملابس الجهازة إلى إنتاج كمامة فبتبتجي هنا أنا ببتجي لو أنا قدرت بقى الاتفاق مع المصانع الكبيرة لكن هو السؤال الجوهاري وأنا بتكلم على عمالة غير منتظمة وبتكلم على اتفاع نسبة الفقر والفقر وفقاً للإحصاء اللي طلع من الجهاز المركزي التعبير على عمل الإحصاء أنا وصلة دلوقتي قبل الجائحة إلى 32.5 يعني نسبة مرتفعة ومتوقع إن هي تعدل 40 وبالتالي هنا أنا مهم جداً ننزل للكفور والنجوه واشوف القدرات الإنتاجية اللي هو المبدأ بتاعت التمكين الاقتصادي للفقراء ده غاية في الأهمية فبقدر قدرتي إن أنا أبتجي شوف الصناعات والأنشطة الاقتصادية اللي عليها طلب وأبتجي أعيد هيكلة هذه العمالة وممكنها كانها بالتدريب بالتأهيل وبدل ما أنا الحقيقة بأنفق على الغذاء ودي نقطة مهمة جداً في أولويات توزيع الإنفاق بأننا شونة أكل وغيرها مهمة جداً أننا أبتجي أعمل توازن بين الفلوس اللي أنا بديها للأكل وهي قد تكون مفيدة للناس اللي هي غير قادرة على الإنتاج ولكن غالبية الشعب ده شعب فاتي الشباب نسبة دي والمرأة لا تقوم بدورها في النشاط الاقتصادي كما ينبغي نحن المشاركة الاقتصادية المرأة في مصر انخفضت ودي حاجة عليها على ما تستفهام في الفترة الماضية وبالتالي القضية هنا بقى بقدر قدرتي هنا بقى قصة القدرة على إدارة الأزمة بكفاءة والإطار المؤسسي مؤسساتي هل عندها هذه الكفاءة والقدرة لو كان أتحلى بهذه الكفاءة والقدرة فإن أنا أعيد هيكلة العمالة وأضربها ووجيها لهذه الأنشطة ده حيفرق معي جداً في كيفية مواجهة الأزمة